نشاهد نهارك سعيد رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم في قراتنا النهاردة والحقيقة انه قطاعات كتير جدا وقع عليها ضرر بعد 25 يناير بسبب حاجات كتير جدا بسبب انفلات امني بسبب حاجات كتير قوي كنا بنشوفها كلنا في التليفزيون وكمصريين كنا بنستاء فتخيلوا لما السائح الاجنابي اللي قاعد في بلده بيفكر ان هو يدفع فلوس علشان يجي يزور البلد دي شايف المناظر دي فبابسط حاجة هيقول طب انا ليه اروح او انا ايه اللي ممكن يوديني مكان في كل المشاكل دي ولكن الحقيقة انه اكتر قطاع تضرر في كل الفترات اللي فاتت كان قطاع السياحة قطاع السياحة مش بس احنا قلقانين من انه تضرر ولكن كمان احنا قلقانين لانه في مصريين كتير جدا بتشتغل في القطاع ده وهو ده مصدر رزقها النهاردة هنتكلم مع بعض عن المشاكل اللي وقعت فيها السياحة المصرية بكل انواعها وهنحاول على قد ما هنقدر ان احنا نطرح بعض الحلول اللي ممكن تطلعنا من المأزق ده النهاردة هيكون معانا الاستاذ الهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية صباح الخير يا فنم صباح الخير اهلا بحضرتك معانا نهاردة في نهارك سعيد اهلا بسهلا وايه بالزبط لضرر اللي وقع على السياحة لانه احنا سمعنا كلام كتير جدا على الموضوع ده احنا مش فاهمين بالزبط احنا عارفين طبعا ان في مصرين كتير جدا بيشتغلوا في القطاع ده فالناس دي اكيد كذا مليون بك دلوقتي لكن اشرح لنا اكتر يا فندم ايه اللي حصل بالزبط حوالا نبتدي كم واحد بيشتغل لان دي مهمة اوي كذا مليون احنا عندنا 3 مليون و800 ألف سواء مباشر او غير مباشر حوالي 4 مليون مواطنة يعني حوالي 4 مليون نصهم بيشتغل مباشرة في السياحة يعني شركات السياحة لا والفنادق وكل الكلام ده والشركة مصر الطيران وغيره و2 مليون بيشتغلوا في الصناعات المكملة زي المية زي تجميع السيارات النصبها من السياحة الزبادي اي حاجة بتكليها ما بتروح برضو للسياحة الفنادق ف4 مليون لو حسبنا ده واحد من كل 6 مصريين بيعمل في السياحة وكل واحد لو عنده 4 أفراد في أسرته يعني 16 مليون يعني حاجة لبأس بها كعدد من 80 مليون يعني أقرب الـ 20% من تعداد السكان مصر فده حاجة رقم كبير ويجب مراعاة في الكلام عن أي حاجة أن السياحة دي حاجة مهمة مش بس مهمة في كده مهمة في الدخل دخل السياحي قروة 12 مليار ونص في 2010 وكان قابل للزيادة الأعداد يمكن انخفضت 30% فقط لكن الدخل انخفض أكتر من 30% ده بقى أصاره طبعا إيه السبب أولا؟ السبب ورقم واحد وعيد رقم واحد ورقم واحد الانفلات الآن أكيد يعني الديني أمنا أجيب لك سياحة حضرتك وأنت هسافر ليه بالزبط في حتة غير أمنة صحيح إحنا للأسف ناس كتير بتتكلم مش مدركة أن أنا عندي منافسين كثيرين في العالم كله ما إحناش لوحدين طبعا يعني تتنقش مع ناس يقول لك لا السياحة مش عارف أقصرها على إيه ولا بتاع وأنا أجيب سياحة دي وما فيش حد عنده الأساس العلمي اللي بيتكلم عليه فدي طبعا مهمة جدا النهاردة لازم ندرك تماما أن في مصر وفي العالم 90% من السياحة سياحة استجمام وشواطن السياحة الثقافية شبه اندسرت ليه؟ لأن الناس النهاردة مزاجها مش رائع مشاكلهم الاقتصادية في بلدهم تبتسعى عنش مشاكل إيطاليا مشاكل منها مشاكل إسبانيا بورتغال أمريكا كل ده مشاكل نزيجي رحلة تعليمية كمان بالزبط وبعدين دايما بنقول أن السياحة الثقافية قابلة للتخزين يعني إيه قابلة للتخزين يعني الواحد عاوز يسافر لها في أحسن الظروف مش حسافر النهاردة ولادي صغيرين مش حسافر لما يجبروا شوي النهاردة ما عنديش فلوس كفاية حاستنى ما قادر استمتع بهذه السياحة فالسياحة دي قابلة للتخزين وقلت دلوقتي لأن المزاج مش موجود حتلاحظي بقى أن لما السياحة رجعت تدريجيا ابتداء من فبراير 2011 زادت فين في مرسعالم والغرداء وشرم الشيخ لأنها دي السياحة الشاطئية الاستجمام الاستجمام وغطس لكن سياحة الثقافية مصر قاهرة لقصر أسوان طبعا من 270 سفينة بتشتغل عن نيل فيه 30 واحدة شغالة ده أخيرا يعني قبل كده كانوا عشرة وبالعافية وما فيش امتلاء يعني حتى ما فيش امتلاء حتى رأس السنة ده كان تعبا وحاصة النظيمة واسم مهمة يعني رأس السنة أجازة نص السنة كانت لأسر وأسوان دي على الطول تبقى مفيش أماكن وشرم والغرداء السنة دي طبعا بسبب أحداث التحرير الأخرانية والناس إنها بتحجز متأخر برضو عشان نفس المزاج الاقتصادي غير موجود فمجوش يعني جم أقل من المتوقع في رأس السنة وكان عندنا مشكلة طب أثر دي على العمالة إيه بقى نحن نبص طبعا العمالة قلت مش إن احنا بنوفر عمالة لأن طبعا العمالة اللي كانت نسميها كاشو اللي يعني مؤقتة دي اتمشت عادي لأنها مؤقتة العمالة المستديمة هي بتمشي من نفسها بيقولك أنا عاوز استقرار في حياتي طلع علينا حاجة جديدة اسمها كول سنتر هنا في مصر والمصريين شطار قوي بيقلدوا كل اللحجة يعني أنا كنت في نيو زيلاند وبتطلبي فودافون في نيو زيلاند بيرد عليكي واحد بأكسنت نيو زيلاند بيكسر الإيه مثلا وبتلاقيه قاعد في مصر ده مصري وأستراليا اللي هي جاب نيو زيلاند أكسنت مختلف مصري حاجة غريبة يعني احنا عندنا سرعة فقالك أكتر الناس يفهموا في التعامل مع الجمهور وعندهم لغات هم بتوع السياحة فراحوا في الكل سنتر وأو عملها بالمقارنة أو فر بالبلاد الأساسية بالضبط وبالدول هم هي ثابتة فطبعا أي واحد بيشتغل فإحنا لو رجعت السياحة هنواجه مشكلة أخرى أجيب موظفين منين لا هي هنلاقي موظفين لا 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 إحنا نرجع وإحنا هنلاقي لا ما فيش خالص يعني أنا أقولك احنا بنعمل اختبارات برضو عشان نكون سرحة جدا يعني الحقيقة وزير السياحة قام معنا بطور ممتاز والدكتورة فايزة بناجا برضو بالنعمة للاتحاد الأوروبي بنحاول نعيد تأهيل خريين الجامعة لأنهم أنا عشان أطلع موظف سياحة لازم له خبرة عشر سنين لأن في الكليات بياخدوا نظري ما بياخدوش عمل نظري مش عمل ده غير اللغات ده غير طبعا الاحتكاج بقى بالسائح نفسه غير الـ الثقافة العامة طبعا فإحنا بنحاول بقى بين الوزارتين ووزارة التعاون الدولي ووزارة السياحة مع الاتحاد الأوروبي مع وزارة السياحة نفسها إن احنا بناجد حلول إن احنا في الفترة دي بنمر اللي بيعمله والخريين سواء سنوي أو خريجين الجامعة تماما عشان نبقى إيجابيين ونبقى مفكر في حلول إيه المطلوب دلوقتي علشان نرجع السياحة أو نحسن وضع السياحة بعد التدهر اللي حصل خلال نقول السنة اللي فاتت أقول لحضرتك أولا الأمن الديني أمن حاجب لك سياحة بالضبط أنا النهاردة لا يمكن حعتمد على الإعلام الخارجي لأنه هو الإعلام الخارجي بيزيع الخبر السيئ عمره بحيزيع الخبر الكويس لو رجع الأمن مش هيزيعه دي مسؤوليتي بقى أنا كرئيس التحاد أو وزير السياحة وإحنا فعلا ما نعرفش إيه اللي حيصل بكرة لكن راحين الفيتور اللي هي المعرض بتاع أسبانيا ده يوم 17 الشهر ده الشهر اللي جاي يوم 15 في الاتحاد الأوروبي الشرق أوسطي عندنا اجتماع في ميلانو وبعدها في معرض تاني في ميلانو بعديها في برلين برلين بقى حقف شوية هنا لأن دي في حدث مهم ده اللي هو الـ ITB ITB أوكي إيه بقى شخورنا في ايه ITB بقى ايه مؤصفة هي جديدة في سياحة اه خلاص خشها في سياحة اعتبرني ما أحدثك سياحة احنا لو أفروا الإعلام اه ITB مصر دي في الشرف في الـ ITB السنادي اه بيعرض فيه كل حاجة لها علاقة بالسياحة من الكريديت كارت اه للطيارة اه يعني كل حاجة امم السنة دي مصر أخدها هنجر بالكامير امم وبعدين أول يوم في الافتتاح طبعا حيحضروا كل كبار السياسيين هناك اه والفين نفر المعرض ده بيزوروا ميتين وخمسين ألف وحد امم ومصر دي في الشرف احنا الحقيقة يعني فكرة برضو بنهاية تنشيط السياحة ممتازة جميلة هيعملوا مفتاح الحياة منحوط هياخدوا نحاتين مصريين ينحتوه هناك ويتحط في كل شوارع برلين اه امم يعني حاجة حلوة قوي انا شفت الصور يعني حاجة جميلة وحيعملوه هناك لان ما تقدرش تشيلي حاجة زي كده وتديها هناك امم وحيفضل فترة في شوارع برلين فانا بقول يا ريت الامن يرجع بسرعة بلما نسافر التلت سفريات اللي وارا بعد دول امم متتاليين عشان نقدر نستغل الفرصة يعني احنا لغاية دلوقتي مجهودات السياحة حقيقة كانت في المزارة انها توقف النزيف يعني تخلي الناس ما تلغيش مصر من البرامج وده صعب ويجي شوية سياحة فلو كنا حصلنا سببين في المية لا بأس عاوزين بقى اللي عملوا برامج دول تكلفوا فلوس عاوزين يلاقوا زبون فانا بسعدهم انهم يلاقوا زبون ان شاء الله يعني بس الامن يحب طبعا يعني اولا عايز اقول شوية حاجات يعني واحد انه مهم جدا ان احنا رايحين ضيف شرف وبعتقد ان احنا نقدر بالبلد كده نتاجر بالفكرة دي في البلاد التانية انه كون ان برلين حطانا ضيف شرف معنى كده ان احنا حاجة مهمة جدا فنقدر نستخدم ده في التسويق ودعاية لنا في اكتر من حاجة مع طبعا كل حب وتقدير المفتاح الحياة وانه شيء زريف بس كنت اتوقع انه بعد الثورة ممكن يبقى الرمز المصر حاجة تانية غير مفتاح الحياة بتاع الفراعنة يعني الادمية فكرة حلوة وهتبقى ليها علاقة جدا بعايشين في برلين والالمان يعني بس طبعا كيف هي بقى فراعنة الفراعنة حاجة على رأسنا من فوق بس نفسنا حاجة تبقى بتعبر عن مصر ما بعد الثورة وده الاهم انه ان احنا فيه تغيير يعني لو ما فيش تغييري بخلاص خلينا في مفتاح الحياة زي ما احنا يعني هارجة تاني الكلمة ده كان بس تعليق كده اهو فيه تغيير بعد ازا حضرتك بس انا اللي اكسبه العبه الراجل الالماني ما عندوش فكرة عن كل اللي بيحصل اللي حضرتك عارفاه هنا لكن مفيش الماني ما يعرفش مفتاح الحياة لا مفيش اوروبي في العالم كله ما يعرفش ان الثورة النظيفة وكانوا بيتفرجوا علينا في تليفزيونات 19 يوم اقول لحضرتك حاجة يعني انا مش عاوز بقولك اللي شافوه في الفترة الاخرانية كان الاسوء طيب مش ضريف مش دايماً كل اللي متعارض زي اللي بيحصل لأ ده هانا تعمد بقى ان انا مفكرهمش يعني برضو هانمشي هتعمد يعني فكر السياحي بقى ايوة طبعا حيك قدرة يعني اوكي طبعا اه بعد طبعا كل المجهودات اللي بتحصل بعد انه ان شاء الله نلاقي الامن رجع مرة تانية اه في نفس الوقت احنا عندنا مشكلة تانية بصرف النظر عن الامن وهي وصول بعض الطيرات المتشددة من ضمنهم الطرات الإسلامية زي الإخوان زي السلافيين لعدد كبير جدا من مقاعد فيه ناس شايفة أنه السياحة زي ما دايما بيقولوا السياحة مش ميو السياحة مش شواطئ السياحة مش حفلات مش هي دي السياحة الناس لها وجهة نظر تماما مختلفة عن السياحة وعن مطالب السائح إزاي هنوفق وجهتين النظر وإحنا في حقيقة أنه هما وصلوا لعدد كبير من مقاعد فيا هما يوصلوا لوجهة النظر السياحة المصرية السياحة المصرية توصل لوجهة نظرهم هنوصلها إزاي فعند أولا هما وصلوا لبقاعد عديدة جوم إزاي عن طريق الانتخاب وإحنا بنرحب بالديمقراطية لازم اللي انتخب يعرف أنه في حاجة اسمها ديمقراطية أكيد إنه زي ما انتخب المرة دي قد لا ينتخب المرة الجاية فأنا بالنسبة لي وده الحوار اللي داير بيني وبين كافة الطائرات الإسلامية إن تحت القبة عشان ييجي تاني لازم يوفر ثلاث حاجات للشعب المصري إيه هما فرصة العمل والأكل صحيح التعليم الصحة لأن الثلاث حاجات دول اللي نقصونا في العصر اللي فات لو هما ما وفروش ده بقى ما عملوش حاجة خلاص الشعب حيكتشفوا الشعب المصري الشعب بزاكي نيجي بقى نقول طيب انتو عندكو حلول ماشي نتناقش في الحلول بالأرقام يعني أنا في آخر برنامج ترات فيه يطلوا من الفايصل الأرقام أنا عندي اجتماع النهاردة مع رئيس حزب النور ومع هوري له الأرقام بس أنا ما علياش دوري إن أنا هوري له الأرقام وأقول له كلمتين دور يفلسفها إزاي دي شغلته هو هو بقى هيدور إزاي يفلسف هذا العمل النهاردة قالوا فيه نوعيات سياحة كثيرة بالدليل القاطع أنا جايبه بالأرقام الأرقام ما بتكذبش إن السياحة هنا عندنا واحد وتسعين في المئة سياحة استجمام وشغاطئ أي حاجة تانية انسي عندنا بحرين أصلنا يعني كبار يعني إحنا مش آآ فلو مش هجيب كده بعدين إحنا دايما نقول آآ قالوا لي في تجربة التركية آآ مش كده قاملوا عندهم شغاطئ حلال قالوا هالي طيب كويس عندهم شغاطئ حلال بحي وعندهم شغاطئ حرام برضو ببطبهم يعني أنا جايلك بقى برافو عليك دي الحتة الحلوة بقى أعملوا الشاطئ الحلال ده ليه؟ لأن في طبقة معينة من الخليج حبوا يجيبوها أعم وجابوا مية وعشرة ألف سايحة تركيا بيدخلها بقى كم سايح في الشغاطئ الحرام أعم 28 مليون حرم لوجة نظرهم بس عشان مرباش إحنا منسلم أعم عشان كده بقول إحنا لازم نقس الحاجة التانية بقى يعني برضو في حوار عشان كده بقول الحوار واجب آآ قالولي إحنا نجرب نعمل كذا بتقول لكم كلمة بسيطة جدا آآ شركة الأدوية لما بتطلع أدوة جديدة بتختبروا معمليا آآ ثم بتختبروا على فران آآ ثم كردة آآ ثم عينة بني قدمين بيتطوعه وبعدين بتعمموا مش كده؟ صحيح قلت لهم هتبرونا قرود بلاش فران يعني آآ يعني متجربوش كله علينا آآ فنخلي المراكب سايرة ولو نجحته في حاجة أهلا وسهلا إن نعممنا فعلياً فيش وطر حاجة سيدات فقط دلوقت يعني أيوة معنا عشان كده بقول أنا مش عاوز أنا النهاردة اللي إحنا بنقوله التجربة ما قدرش أجي أجرب على شعب واجه وعب مضبوط طيب أستاذ إلهامي فيه جزء مهم في السياحة وهو تيران يعني إحنا عندنا شركة شركة مصر تيران وهي شركة كبيرة جداً بس فيه بنحس كده أن فيه عدة مرونة في الأسعار بتاعة مصر تيران هل دار يعني هل نقدر نقوله لو ترعت شركات تانية هيبقى أداء أحسن هنقدروا محتاجين منافسة طبعاً أداء شركة مصر تيران برضو لازم نعترف أنه تطور جداً 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 في آخر كام سنة يعني حتى الناس بقيت تفضلها على بعض شركات تيران الأخرى ولكن مازال محتاجيني بقى محتاجيني بقى فيه منافسة أكتر بقى المواطن الأجنبي أو الأوروبي يقدر يجي مصر عن شارتر فلايتس معرفش الفين بمتين دولار ومئة دولار وحي برضو هتين يستخدم مصر تيران ده في صالحنا يعني فأزمة أو حل أزمة أو إشكالية شركة تيران دي إيه؟ أقول لحداتك حاجة هو التيران المدني صرح للشركات الخاصة أنها تفتح شركات وهناك شركات خاصة تمام لكن دايماً كل شركات تدور على إيه؟ أنها تغطي مصاريفها وتكسب فلوس طبعاً فالشركات الخاصة بتشتغل على روتس معينة هي بتكسبها وأسهل في التسويق يعني في شركة نجحة جداً بتشتغل على القاهرة دباً دباً في السعودية أه وشغالة يعني شغال كويس لأن ده مش محتاج تسويق كتير لكن لو راح برلين هينافس أير برلين وهاباك فلاي ويورولويد وحينافس خمسمائة شركة كبيرة في حاجات بتشتغل برضو وشافة روسيا شرم الشيخ بين شافة إيطاليا معرفش الفين بزفت بزفت فما فيش يعني زمان كان فيه في الطيران المدني تصريح بالخطوط الداخلية مثلاً بس مانع يقولك ما تطريش على بعد ساعة من مصر للطيران فده كانت بتمنع يعني لما تقسيها كده تقدي القاهرة لقصر تروحي بالطيران مثلاً توصلي في معاد ما فيهوش مصر للطيران لا قابلها بساعة ولا بعدها بساعة وبعدين عشان تيجي ترجع تلاقي مصر للطيران رجع قابلها بساعة وبعدها بساعة فتبضلي مع الثلاث طيران خمس ساعات ما ينفعش فده كان شرط جائز مانع يعني بيجيز بس مانع في نفس الوقت ده اتلاق ومع ذلك محدش أقبل على الطيران الداخلي ليه؟ لأن الطيران الداخلي لوحده من غير طيران خارجي مش هيكسب والطيران الخارجي النهاردة صعب جداً لكي تشغالي يعني عاوز فلوس ودعاية وبعدين عاوز تجيبي الناس منين فاللي بره أسهل له أنه يجيب الناس لأن أنا مش معتمد على المصر اللي بيسافر أنا عاوز الألماني اللي بيجي ده بيفرق كتير في حسابات الطيران للاحسابات اكتوارية فالنهاردة إحنا مصر الطيران بيعمله قدر المستطاع يعني أنا عارف عن قرب لأن معايش هذا والشركة بالرغم أنها عندها ظروف صعبة جداً لأن استلم الطيران جديدة وما بعيدش القديمة وعندها عمالة كتيرة إلى أنها مزالت ماشرة والترمن الجديد بس راحوا بحلوة جداً طبعاً الفارق ما في الأسعار تأكادي إنهم عندهم فلكسيبليتي دي ما كانتش موجودة زمان في وسط الطيران أو كان كل أهم إنه يرخص سعر النهاردة الطيران بيشتغل بطريقة مختلفة النهاردة كل كرسي بسعر أيها صحيح يعني أنت تدخلي حاجة اسمها كي كلاس ممكن أنت تدخلي حتلاقي كرسي وهي تدخل بعدها بدقيها مش هتلاقي كرسي أو هي تدخل بعدها بدقيها هتلاقي كرسي هتلاقي أغلى أو هتكون أنت رجعتي بالزبط فالنهاردة الكمبيوتر والكلام ده خلنا نقدر نحسب الكرسي في وقته صحيح فده بيغير طريقة بقى برصة شوية أكثر برصة بالزبط بالزبط وانت يوحظك ساعات صحيح يعني أنا عشان كده أما يجي واحد يطلب مني تسعيرة مثلا من الخارج وفيها طيران داخلي وابطر تدي له أغلى سعر وأقول له لو جبت لك أرخى السعر أنت وحظك هرجع لك الفرق آه صحيح فيه ناس بقى بيجازفوا يقول لك أنا هاخد أرخى السعر وأنا وحظي آه طب لو جيل غالي مش هتقدر يتخدم الزبون إنه خلاص تار صحيح صحيح طيب أنا أتمنى لحررتك الحقيقة النهاردة التوفيق في الاجتماع اللي هيكون مع رئيس حزب النور اللي هما السلفيين وأتمنى أن نحن نوصل لنقطة حل ونقطة تفاهم لأنه في الآخر كلنا مصريين وفي الآخر في الآخر كلنا مصريين وفي الآخر كلنا نازم نشتغل وكلنا نازم ناكل ونتعلم ونعيش حياة كوية زي ما حررتك كنت بتقول آه أستاذ إلهامي زياد رئيس اتحاد المصري للغرف السياحية بشكر حررتك على وجودك معنا النهاردة مسيح فندم أنا بس عايز أقول قبل ما يطلع الفصل ونحضر الفقرة اللي جاية عايز أقول أنه أنا قابلت حد من شباب ثورة مبارح فبقولوا ده أنا عندي بكرة حاجة عن السياحة عشان حالة السياحة بايزة أبتاع قال لي بس أرجوكي قولي ده صوتي مش قول اسمه يعني بس قال لي قولي صوتي أرجوكوا ما تحاولوش تستخدموا فزاعة مدان التحرير أن احنا المتسببين في مشاكل السياحة والبورصة والاقتصاد والانهيار اللي احنا فيه لأنه هو من وجهة نظره ودي وجهة نظر شباب كتير أنه الحلول موجودة ومطروحة بس احنا محتاجين الإرادة السياسية اللي تقدر تحقق كل ده وهم مطالبهم واضحة وقال أكيد محدش عايز أن كل اللي فاتي بقى راح هضر وكمان محدش عايز نحن يفضل كده كتير فأنا بس قولت أقول كلمة حق لا 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 صلت عليك صغير احنا بنتكلم عن السبب لأن أنا مش في إيدي بقيت الحلول اه طبع مفهوم أنت بتقولي لي إيه السبب دي مش في الساعة لا 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 أنا بس بقول أنه لا ما أنا برد عليه هو برضو على هوا عشان يسمعها أنا بنيهاش دعوة صحيح أنا بواجه واقع صحيح كلنا بنعاني منه يعني هي بس الفكرة يا فاندب أنه ساعات بقت السياغ انه بص تشوفوا شوية لها دول عاملين فينا إيه هو الأمن هو الفلات الأمني واللي حاصل وغياب الأمن الفترات طويلة هو ده اللي مخاوف الناس كلها أن هي تيجي مش التحرير صحيح مضبوط نتلع فصل نتلع فصل